يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم معرفة لمحمد عنده توحد صدمة كانت شوية ما كنتش فهمة يعني إيه أصلا الناس كلها بتربط بني من كام سنة لمحمد كان عنده أربع كان ده مكلام ده من 20 سنة مثلا كتير قوي فكان صعب إن أنت تقنع الناس أن ده بلق يعني أنا عندي إحساس أن ده في حاجة كويسة رقيت إن محمد ممكن يقعد يسمع ويعني قيته بفجأة بيقول لي سرطة الملك وهو عند أربع سنين إن هو التوحد هو مع نفسه قوي ممكن أنا أعود معاه أعلمه بقى الحياة أعلمه إزاي يتكلم إزاي يرد على السؤال لإني ده كان برضو حاجة مش متوفرة عنده إزاي يعرف يعني إيه فوق يعني إيه تحت يعني إيه أوامر إنه ما كانش بيتبعها ولا مدرك الحياة اللي حواليه هو مع نفسه بس فكنت بسيب الحبة اللي مع نفسه يعود مع أزعته القرآن الكريم اللي هو بيحبها ويعود مع القرآن ويجبتله النت والكمبيوتر عشان يعود معها طبعا لأما كنت بروح بمحمد لأي دكتور مخه وعصاب إيه كان بيقول لي حضرتك ده يتعالج مهدئات ويسكت وبس ما فيش منه أمل يعني عم تحلميش تقبل الناس اللي محمد بقى لما راح يرى القرآن ده كان حاجة حلوة بس هو كان بروح في رطاق إيه برضو زو إحتياجات خاصة بدأ بقى لما لقيت الناس يقولوا لحنا عزين محمد يرى القرآن كمحمد مش كأنه هو زو إحتياجات خاصة ده بقى كانت حاجة عندي حلوة بدأنا نحاول نتفق إن إحنا نتمرن أو نعمل نحاول نحن نطور من أداءه يعني لكن للأسف الوقت يعني ما كانش فيه إنكانيات مناسبة إن إحنا نقدر نشتغل مع محمد في الفترة دي لكن مؤخرا بدأنا الحمد للهربع من إن إحنا نبدأ بقى نشتغل في تكبير المصاحة الصوتية نخلي بقى نؤمن على الركوزات بتاعة المقامات بتاعتنا نبدأ نشوف الحليات والزخارف الجمالية في الصوت سواء ده هيفيدنا في القرآن أو حتى في الإنشاد الدين محمد بيبقى متحمس جداً ويصوته مفتوح بشكل كبير وهو كمان بيبن الروح أوي هو بيقول لفضيل الشيخ محمد صديقي بنشاوي أو لفضيل الشيخ الحصري الحقيقة كنت أنا طفل صغير كنت عشق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وأنا كنت أقعد أسمعها كتير جداً لغاية ما رسلت الدرجة دي اللي أنا كده حافظت القرآن منها أنا بحس بالفرحة دايماً إن هي بتتعيدني في حفظ القرآن الكريم يا دق خفاو عن فهمي الزكي